السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم ريحانة كمال فيديو جديد ووصفة جديدة طرطة بالكريمة بدون فرن كدشي هشة ارطبة مع غلاساج مغواغ اقتصادي وناجح مليون في المئة بسم الله على بركة الله عندي بيضة واحدة رشة من الملح كيس سكر فانيلا نصف كأس من سكر سنداء القياسات تأخذ بكأس شاي العنباء نصف كأس من الزيت وكنطرب العناصر جي جيدا حتى كنحصل على خالات كيكل قوام ديالو ابيض وكاتيف ممكن استعملو الطراب الكهربائي نصف كأس من الحليب السائل وكنخلط جيدا ممكن تعودوه بعصير البرتقال كنخلط جيدا ضروري من الخطق الجيد حتى كتنساجم لعناصر كاملة النواشفة عندي سبعة جرام من بودرة كاكاو ملعقة كبيرة سبعة جرام من خميرة الحلويات كأس مملوء جيدا من الطحين ما يعادي المياه وعشرة جرام ضروري ما تغربلوها هنا صير جيدا قبل الكاكاو والخميرة والطاحين خصوم يكونوا مغربلين نضيف بودرة الكاكاو ما يعادي الملعقة كبيرة وكنمدك نضيف تحين بالتدريج كأس كيكون مملوء جيدا ما يعادي المياه وعشرة جرام كنخلط وسط الطراب اليدوي ممكن تنسمو هالكيك ايضا بالقشور ديال البرتقال عواد سكر فانيلا كنضيف تحين كامل مع كيس من خميرة الحلويات وكنخلط جيدا كنحصل على هاد القوام كنكتب رقم تمانية كيتكتب معايا بكل سهولة ما كيتقطعش سافي ما مبقاش نضيف تحين كناخد مقلات قياس 24 سنتيم تكون غير لاسيقة من الافضل ولاخدوا اي مقلات عندكم دهنتها هنا بالزبدة ما غاديش نرشها بتحين ممكن ترشوها ممكن تفرشو فيها ورقصو في غزي كنقسم الخليط من النصف هادين ناخد جوج ديال القيطة ناخد النصف الاول ونصرحو في المقلات هنا كيبقى لكم اختيار ممكن تغطيوها بهاد الغطاء كيما ممكن كتغلفو بواحد سربيتة واحد المنديل هكا وتعقدوه من الفوق باش كيمتصل هنا دك البخار اللي كيسعد من المقلات باش ما كتعرقش وكتطيب غير من جيهة وحدة بالنسبة للنار تكون نار هادئة جدا وبالاحرى تديرو تحتها شي شبيكة ولا شي مقلة ولا شي حاجة غادي نصد حتى هادك التقب هادك هنا انا مدرش ديك السربيتة مرة مرة غادي نمسح هادك الغطاء من دك البخار اللي كيتساعد على الوجه ديالها باش ما كتعرقش ليا من الفوق مرة مرة كنقلبها وكنشوف ناخد سباتي لها هكا باش تساعدني كتباليا هنا بداش كتنشوف من شنابه وكي الوسط ما ناشفعش لاحظوا ما ناشفعش ما غنحيدها حتى تنشوف ليال من الوجه ديالها تماما كنزيد نغطيها وفي كل مرة راني كنمسح داك الغطاء من البخار اللي كيتساعد انا ما كنقلباش على الجهة اخرى لان هكا طيب مزيان يعني الوقت اللي كتمسحوها مزيان هادك اللقطة ديال المقلة رهاكا طيب ملتحت ومن الفوق محتش انكم تقلبوها إلا ما درتوش هالطريقة بطبيعة الحال قلبوها للجهة الاخرى كنحيدها ونحطها في سربيتها وننظف المقلات وندهنها بالزبدة ونطيب القسم الثاني نمرو باش نحضروا الكريمة هنا عندي مئة جرام ديال بودرة تشونطية رها متوفرة في الاسواق هي هادي فيها مئة جرام ما الافضل تكون باردة من قبل حتى هي هنا عندي كاس ديال الحليب بارد مية وخمسين ميلي ديال الحليب هنا هاد نص كاس ديال الحليب ما غديش نضيفه مع الكريمة قدي ناخد هاد البيسكوي هادا رها معروف سنيكرز اللي فيه الكاراميل وفيه الفول السوداني اللي هو كوكاب هادي اضافة كتعطي مدقة رائع لهاد الكريمة اللي ما بغاش ما يديروش نهائيا نقطع هادك البيسكوي ونضيف لي هادا كنس كاس ديال الحليب ونديرو فوق النار على نار متوسطة كيدوب وكينساجم مع الحليب وغدي نحتاج حتى لهاد شوكولاتة ديال التحل اللي غدي نضيفها للكريمة هنا بعد ما دوبت هاداك البيسكوي مع الحليب نص كاس ديال الحليب غدي نفرغوه في الكاس فاشكان في الاول هاداك الحليب ونخليه كي يبرد ضروري ما يبرد ياخد درجة حرارة المطبخ وندخلوه لتلاجة كي يبرد مزيان ضروري ما يتقلاسه مزيان ونمر باش نخفق الكريمة الكريمة هنا عندي ميات جرام ديال شانتي بودرة مع كاس ديال الحليب بارد مزيان ونص كاس راني نضيفه مع البيسكوي نضيف هنا ايا ملعقة من هادا شكلات اللي كي يعطي للكريمة ماداق رائع جدا نحضره معاكم سابقا في اللي تغنش وكذلك كيك غولي او سويس رول ونخلط مزيان باش نحصل على كريمة من السماء ماداق ديال الشكلات وغيجي احتل ماداق ديال الكراميل اللي عندي في البسكويت هادي كأضافة مني ممكن تكتفي غير بهكا بالكريمة والشكلات هنا خفقتها ما طلعتش بالساف دارول هنا هاداك الكاس اللي فيه البيسكويت دايب والقطعة ديال الفول السوداني خصو يكون بارد ما تضيفوش هو سخون كن اكد اني كتديروها المرحلة ديال البيسكويت والحليب قبل وتخليوه كيبرد عاد كتخفقوه مع الكريمة وطلعوها مزيان قدمها هي كتكون بارده كتطلع مباشرة رها كتطلع يعني كاس ونص ديال الحليب اللي استعملت هي في الاصل كتستعمل مع ربع لتر ملحالي انا ما استعملش ربع لتر كامل يعني كاس ونص بقياس كاس لعنبا اللي استعملت هالكريمة عندي تطالع ونخليها كتبرد سوف نمر دابا باش نقادل المونتاج ديال التورطة خديت ساق دائري وضعت في الطبقة الاولى سقيتها انا خديت غير عصير مندارين مع ملعقة كبيرة ديال السكار ودرته فوق نارحت حصلت على سيرو سوف نسقي به الطبقة الاولى والكريمة ممكن توضعها في بوش جوتاب لولا بوش عادي وديروا طبقة اولى من الكريمة وهنا خديت ايضا بسكويت سنيكرز قطع سوق قطع صغيرة باش دي واحد القرمشة واحد اللدة درتوه هنا في الوسط وغطيت بالطبقة الثانية ركت جيه شيشة ورطبة بالسيف غير ضروري كن اكد ان الميقلات تكون على نار هادئة جدا وكن نسقيها حتى هي هنا قلبتها داك شل الدهار ديالها هو اللي كيكون الفوق باش يتشرب سيرو وكن نوضع الطبقة معقولة ديال الكريمة انقاد شوية السطح ديالها هنا بغيتو تدخلوها للتلاجة كددخلوها ما بغيتوش حتى تغلفوها بالكريمة هنا حية الساكل وغلفتها بالكريمة من الجناب وخليت شوية باش غادين ندير تزيين من الفوق درتو وريدات بهاد الشكل هادا نمرو باش نحضروا القلاساج عندي ربعات المعالق كبار ديال السكار سنيدة ملعقتين كبيرتين من بودرة الكاكاو وكاس إلا ربع من الماء كنفوتو النص كاس كتكون كاس اللارو بديال الماء قد نخلطو السكار والكاكاو والماء داروري ما تخلطو مزيان خارج النار عادك نوضعو فوق النار مع التحريك المتواصل داروري ما نبقى نحرك كما غاديتلاحظو معايا غتتكولي نوحد الرغوة اللي فوق على الوجه ديالو كنبقاو نحرك ونحركو حتى ما كتبقاش تبقى نهائيا وغاتولي تباليكم فوقاعات كبيرة وحتى القاعر ديال الكاسرونة أو الإناء كيباليكم أن الخاليط بدأ كيتقال عندما تشوفوا معايا المراحل لاحظو بدا هنا كيغلم زيان ما بقاتش ديالك الكشكوشة القهوية للفوق النهارها مهيلة مع التحريك المتواصل هنا في آخر من الحالة كنضيف ملعقة كبيرة من الزيت النباتي ونخلط مزيان لاحظو الجناب رابدا كيتقال الخاليط حتى يباليكم أنه بدأ كيتقال مزيان هنا قربت لكم الصورة هانتوما القاعر بدأ كيتقال سوف نخرجو أنا هنا خارج النار دفت لي كما تلاحظو 50 جرام ديال شكولات نوعية جيدة ممكن تدير غير غالة أنا استعملت اي قبيل 55% كاكاو ممكن تدير غير 6 و 7 قطع ديال القالة مش ضروري يكون نوعية جيدة هنا بعد ما خرجت طرطة من الكنجيلاتور دخلت هيا كتجمد مزيان القلاساج كيكون دافي ميل للبرودة مش يكون سخون لاحظو كيبان اليد ديالي فوق طرطة كيجي غلاساج لامع أنا درت لكم هنا تليفون باش تشوفو كيجي معتبر كيبان حتى الزليج ديال الحيط كيبان فيها على الوجه ديالها جيجي جناب ديالها درت لها الفيتين وزينتها بهد حبيباس ديال الشوكولات من الفوق خليها كتب رد مزيان فتلاجة على الاقل واحد جوج ساعات فتلاجة ماشي الكونجيلاتور وكتخرجوها وتقدموها هنا أنا مخليتاش برداز باش نكمل معاكم تصوير القلاساج مازال ما قبطش مزيان كتجيه الشيشة كتدوب في الفن كتستحق تجربة طرطة بدون فرن وبقلاساج اقتصادي ولامع